وبمدرب يمكن ما كانش قاري إمكانياتكم ما كانش قاري قدراتكم بالشكل الأمثل من بدايات البطولة وباللعيبة بتظهر وبتشارك لأول مرة في بطولة كبيرة جداً مع المنتخب وكلهم الحقيقة جادوا كانوا نجوم عمر كمال عبدالواحد فتوح محمد عبد المنعم عمر مرموش أكرم توفيق قبل إصابته كل اللعيبة دي جديدة على بطولة أمم إفريقيا بطولة الكبار يعني يعني فتوح يمكن وأكرم لعبه قبل كده شباب لكن بطولة أمم إفريقيا الكبار حتى حاجة تانية لعيبته ضد ظروف غيابات وإصابات للعيبة من اليوم الأول محدش كان يتخيل أنه إمام عشور كمان الحقيقة اللي أجاد مبارح يعني أنا الحقيقة لازم أدي الولد حقه أنا ما بحبهوش بصراحة لكن مبارح الولد عمل مطش ولا أروع يعني ولا أروع أنا عندي أصدق ناحية القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزق عن الرياضة لكن لو كلمت كورا مبارح الولد عمل جيم عالمي على واحد من أهم هو أفضل خد أفضل لعب في البطولة وأنا شايف أنه ما يستحقهاش برضو بالمناسبة يعني المشوار اللي قطعته السنغال نتائجها في البطولة المنتخبات اللي قبلتها ما تخليهاش تاخد البروباجاندا دي كلها لكن على كل أحوال وراء ظهرنا زي ما بيقول لعبته مطشاط كلها نهائيات مبكرة يعني أنتو المنتخب الوحيد اللي قبل كل الكبار في القارة باستثناء منتحب الجزار اللي خرج بدري وتونس كمان لكن كود ديفوار المغرب الكاميرون والسنغال أقوى فرق البطولة وكلكم الحقيقة كنتوا سهلوا لولا التوفيق مبارح يعني غاب التوفيق في لوقت الضربات الجزاء كان ممكن جدا جدا التتويج يكون من حظنا ومن نصبنا ولكن قدر الله ما شاء فعل اشتركوا في القناة